في العلن ودون مقدمات الحرب التي كانت سرية بين طهران وتل أبيب تزداد تعقيدا مع اغتيال ضابط آخر في الحرس الثوري الإيراني وسط العاصمة الإيرانية اغتيال العقيد صياد اخدائي بخمس رصاصات أدخل إيران في حرج كبير من جراء جرح لم يندب البعد وتحديدا في تشين الثاني من عام 2020 حين نصب ليتل أبيب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخر زادا قرب طهران أيضا حرج زادت وطأته مع إشارة الصحف الإسرائيلية دون تبني العملية إلى أهمية اغتيال اخدائي الذي شارك بالعمليات العسكرية في سوريا ومسؤوليته عن نقل تكنولوجيا متطورة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني فضلا عن المسيرات هجمات واغتيالات يؤكد مسؤولون إيرانيون أنها تتجاوز الخطوط الحمراء متواعدين بالرد وعلى رأسهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والذي قال بالتحديد إن الثأر لدم صياد خدائي سيكون في متناول اليد وحتمي بالتأكيد تصريحات دفعت مراقبين للتساؤل عن ما هي تلك الخطوط الحمراء وهل تعني وجود اتفاقات بين طهران وتل أبيب بشأن إبقاء المواجهات وفق نسب مقبولة بين الطرفين هذا الثأر كان الطهران قد بدأته بالفعل لكن على أراضي دول أخرى على رأسها العراق حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على عدد من المناطق في أربيل في أذار الماضي في تطور نعتبر انتهاكا صريحا لسيادة العراق هذا الذي يعاني الأمرين من سطوة إيران وميليشياتها بالتوازي مع ذلك يرى محللون سياسيون أن ما يجري بين إيران وإسرائيل ليس صراعا وجوديا بالمعنى الحرفي بل صراع النفوذ يتنامى لا سيما أنه لم ينتقل في مستوياته لمواجهة شاملة رغم تجاوز طهران خطوط تمركزها في جنوب سوريا وأحكامها السيطرة على العديد من القواعد الاستراتيجية كما حصل بالفعل مع ذراعها في لبنان حزب الله الذي لقل ما كسر قواعد الاشتباك مع إسرائيل